طبعاً أسألك سؤال فني قبل ما نقفل يعني هل الزمالك معقول حتى مع كل التراجع الفني مع كل حاجة يعني مفيش في حد ينفع يدخل المتخب إلا عود لا لا فتوح طب صح لا طبعاً فتوح ده غنى عنه بص يا شبان فتوح لعيد خبر خبرات دولية ولعب متشاك كتير دولي تمام نازلت شوية يجي ده معسكر ود يجي ليه انت عندك حمدي أساساً موقوف ماتش بوركينة تاسو مظبوط فانا أخذ فتوح وانا بقولك من دلوقتي حمدي موقوف اللي ان شاء الله هيلعب ويكون كوي سوية عنه هو فتوح انت واخد بالك فانا ضايع ليه على ليه الأجندة دي بعدين فتوح مش كبير دي فتوح عشان تقول انا بجدد وبعمل لا 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 ده فتوح ستة عشين سنة ولا بقالي سنة طبعاً فتوح فتوح كان مهم وجوده لانك انت عندك شرط في المكان ده في المباراة الرسمية وما عندكش أجندة تانية طبعاً غير على المطشاط عندك تفسير لا لا التفسير المفروض انه الناس في المؤتمر تسأل اصلاً فيه حاجات يا كابتن مش مفهاش اختلافات في وجهات النظر الفناية لا لا ده فتوح مالهوش اختلاف بصراحة يعني مش هنختلف على عبد المنى مش هنختلف على الحمد الشنايو مش هنختلف على فتوح مش هنختلف على زيزو مش هنختلف على صلاح اصلاً كمان انك انت عندك ظروف الاقاف للحمد غير الظروفك فيه الععبة ما فاش اختلاف وجهات النظر لا هو مالهوش اختلاف بصراحة اه يعني عشان كده بصراح ما فاش اختلاف فتوح كان لازم يكون موجود مش كده اه ما عرف شهودة النظر في الاستبعاد ايه بصراحة وكان الفترة اللي فاتت دي يعني اه مصطفى ماشي كويس شلبي يعني طالما معسكر وديك ممكن يجيك اول معسكر لي يشوف الاكواء والناس شوف مزبور مزبور لكن هنا برضو دهات نظر انت عارف موضوع قايمة ده بيبقى حساس طبعاً طبعاً كابتن دياء انا بشكر سيادتك جداً بشكرك بس يعني رجاء يا شابان بطل نبش تركز على تركز على موضوع احمد رفع انا يا فاندم انا الوعيد مبارح اللي اتكلمت فيه اصلاً انا عارف يعني الناس كلها بدأت بالله ما تملش ما تملش ما تملش بالطلب المسؤولين ان هم يقولوا على اجراءات واضحة طبعاً واضحة واضحة تكون واضحة ولازم مش لازم تحصل كوارث يعني مزبور ومش لازم اللعيبة تعترض وتقدم لها تعملها ما ممكن اللعيبة تجتمع وتعمل بيان ما صحته دي حياته مش ممكن من اللعيب يعني انا شفت تويتا لمحمد رضا بابو بصراحة ما عارفش صحة عندكم يا شباب تويتا دي انا بفر كده شفتها بالصدفة والله يعني لو الشباب يشوفوا هالي كده محمد رضا بابو هو نفسه بيقولك يا جماعة اللعيب واقع في الملعب امبارح وفي المستشفى بيموت او بتعبان او يعني بين الحياة والموت والدورة تاني يوم بتلاقب ايه اللي لحد نطق ولا حد بتكلم المسؤولي ما عادي خالص حاجة غريبة يعني الواد نفسه هلعيب اهو صغير احنا لعبنا كمان منشاط بنفس الاجراءات اه عادي ما عادي خالص عادي خالص ولا تلعب بيان ولا تنبيه ولا اي حاجة العظيم حاجة تجنن اه فيعني كابتن دياء ان شاء الله ربنا هيعمل في الخير بإذن الله يا رب كده موارد بشكر حضرتك كابتن طبعا محللنا الكبير ومدربنا الكبير كابتن دياء السيد بشكر حضرتك شكرا جزيلا